تابع بدل سنين سنين مقاييس النبع المركزية سنأخذ الوسيط وهو القيمة الوسطى لمجموعة البيانات القيمة المتطرفة هي أي قيم بعيدة عن مجموعة البيانات المنوال هو أكثر القيم تكرارة بس إن لم تتكرر أي قيمة أكثر من مرة إذن لا يوجد منوال نأخذ بمثال نال أحد التلاميذ في أشرة انتحانات الدرجات التالية أولاً لإيجاد الوسيط يجب ترتيب البيانات إما تصاعدياً أو تنازمياً أولاً راح يرسل البيانات الترتيب راح يرسل التصاعدي أو تنازمي أي ترتيب فإذن ترتيب تصاعدي أصغر قيمة عندي نلاحظ 59 تشوفي أصغر منها ما في إذن 59 أصغر قيمة بعدها 61 بعدها 66 نلاحظ 66 متكررة بعد بعدها 67 بعدها 69 بعدها نشطب اللي سبناها عشان ما نكرر بعدها 73 بعدها 73 بعدها 39 70 مع 60 66 مع 70 66 مع 70 توقع عندي قيمتين في وصف إذاً إذا توقع عندي قيمتين في وصف سوف نأخر المتوصب المعكسابي لهذه القيمتين إذاً الوصيف مساوي نجمع القيمتين 67 69 نقسمهم على 2 67 67 67 سوف أعطني 163 سوف أعطني 163 32 سوف أعطني 168 التي هي قيمة الوصف المنوال نلاحظ في القيم أنه عندي 66 تكررت مرتين وال70 بعد تكررت مرتين إذاً نفس عدد مرات التكرار إذاً سوف يكون عندي منوالين وليس منوال واحد إذاً المنوال هو 22 66 70 كررين نفس عدد مرات التكرار إذاً هو المنوال السؤال الثاني أو جديد المتوسط الخسابي أو المنوال والوسيد والمنوال لمجموعة البيانات الآثية منذ عام 1982 إلى عام 1990 ثاني عدد ناغلات التكرار التي تنتشر في العالم سنوياً هو 9 17 15 9 12 13 89 إذاً أولاً سنجد المتوسط الخسابي لهذه القيم إذاً المتوسط الفسابي يساوي مجموع القيم على أدد إذاً يساوي مجموع القيم إذاً أولاً سنجمع القيم لدي 9 زائد 17 زائد 17 زائد 15 زائد 9 زائد 8 زائد 12 زائد 13 زائد 9 ثمانية زائد ثمانية سنعدهم 1-3-45-7-89 سنعد 1-3-45-7-89 إذاً أولاً 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 نجمع مجموعة البيانات مجمعها بعد الغم سوف نتجل من 180 على 9 الغمانية 189 زائد 29 يساوي 20 إذاً متوسط الخسابي يساوي 20 يا اللي بعدين أوجده الوصيط إذاً لإيجاد الوصيط إذاً قال السؤال أوجده المتوسط الخسابي والوصيط والمنوع أوجدنا المتوسط الخسابي لإيجاد الوصيط مرتب البيانات إذاً ترتيب التساعد 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 اصغر قيمة هي 8 متكررة مرة ثانية بعدها 9 متكررة مرتين بعدها 12 بعدها 13 13 بعدها 15 بعدها بعدها 17 واخر قيمة 9 بعد التساعد بعد التساعد انهم شوفوا سينا اي واحدة قيمة اكبر قيمة مع اصغر قيمة الى ان نحصل على الوسيط اذا اشترنا ثانية ثانية واحدة بعد بقى الوسيط منه 12 اذا الوسيط مساوي 12 اوجد المنوال طبعا نلاحظ ان الثمانية والتسعة متكررين نشعر مرة في التكرار اذا المنوال هو الثمانية والتسعة بعدها بعد ما اوجدنا الوسيط من المنوال والنوحوصة حسابي قال لأين القيمة المتطرفة اذا القيمة المتطرفة هي اي قيم بعيدة عن معظم مجموعة البيانات طبعا نلاحظ مجموعة البيانات كلها متقاربة ما عدا التسعة وثمانين بعيدة جدا هي قيمة كبيرة اكبر من مجموعة البيانات وبعيدة عنهم فاذا القيمة المتطرفة هي التسعة وثمانين اذا القيمة المتطرفة هي التسعة وثمانين بعد ما قال لي اوجد قيمة متطرفة احسب المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال مرة اخرى ولكن بدون القيمة المتطرفة اذا راح نعيد حسابة المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لنفس مجموعة القيم ولكن بدون القيمة المتطرفة إذن راح نقول المتوسط الكتاب المرة ثانية راح نأخذك مستوي نجمع البيانات كلها مع عدد القيمة المتطرفة لأن نجمعها معاهم إذن ثمانية زائد ثمانية زائد تسعة زائد تسعة زائد اثنائش زائد ثلاثة عشر زائد خمسة عشر زائد سبعة عشر كما نجمعهم نقسمهم على عددهم طبعا عددهم راح تنقص قيمة وهي قيمة المتطرفة فإذن عدده راح يصير ثمانية إذن يساوي راح يطلعي مجموع واحدة تسعين تقسيم ثمانية تساوي احدى عشر فاصلة ثانية وسبعة وسبعين إذن هذا هو المتوسط حسابي بدون الغيمة المتطرفة إذن لاحظنا راح نحفظ الوصيل راح نرتب ببيانات مرتبة إذن راح نشطب مينية ويسار إذن رتب ببيانات هنية ثمانية ثمانية مسعة مسعة سبعة سعش ما راح نكتب قيمة متطرفة إذن نشطب صغير وكبير مع بعض لحد ما نوصل إلى الوصيل طبعا الوصيل راح يكون عندي قيمتين تسعة وثنائش إذا راح نقول الوصيل يساوي تسعة زائد اثنائش على عددهم وثمين تسعة زائد اثنائش واحد وعشرين تقسيم اثنين راح يطلع لي عشرة ونص إذن الوصيل بدون بدون قيمة متطرفة يساوي عشرة ونص لو نلاحظ بعد المنوال الثمانية متكررة مرتين والتسعة متكررة مرتين إذن المنوال ما راح يتغير المنوال هو الثمانية والتسعة نلاحظ المتوسط الحسابي تأثر قيمة متطرفة جون قيمة متطرفة عشرة اثنين وبعد manger القيمة متطرفة صارح داعش غدا مرتين ثم بعد المسيط تأثر بالقيمة متطرفة كان اثنائش وأصبح عشرة ونص ولكن منوال هو نفسه لا يتغير منوال الثمانية وتسعة هو نفسه الثمانية وتسعة ترجمة نانسي قنقر